السلام عليكم ورحمة الله إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير صلوا على الرسول كل عام وحضراتكم بخير إن إحنا نتجرب الموت دي حاجة محدش هيسمح بيها إن إحنا نقول ده هم أطفال والمفروض إن إحنا نوسيهم لا الأطفال لازم تحس إن فيه أم خلاص مش هنشوفها تاني لازم تحس إن أمنا ماتت أو لازم يحزنوا عشان يكون عندهم مشاعر تجاه لما أخوه يحصلوا حاجة يحس بأخوه لما مثلا أبوها ميحصلوا حاجة يحسوا مش يلا تحكوا بتسم لأ مش هنكبت مشاعرهم مش ممكن العيلة تكون عن نفسها في حضن أمها وخالها يقول لها تحكي يلا تحكي عشان إحنا بنصور لازم نتصدر للناس طاقة إيجابية لا أنتوا كده بتصدروا للناس طاقة سلبية لما يكون فيه ناس ملايين بتتفرج عليكم يشوف حمدي مثلا أخته ماتت وتاني يوم يطلع علشان يعمل فيديو واتنين علشان يفضل راكب التريند ويتاجر بيموت أخته لأ المفروض الناس اللي بتتبعه دي ممكن يبقى فيهم حده صغير في السن فيحصل موقف عنده في حياته أخ من إخواته ويتوفى أو لا قدر الله أي حد عزيز عليه فيقول ما هو العادي أن أنا محزنش عليه لحنا لازم نحزن ولازم كمان نزعل مش أنا أطلع أعمل فيديو واتنين وتلاتة أول فيديو أعمله نوزحهم قولنا ماشي والناس انتقادتني وعرفة أني فيه ناس كتيرة جدا هتنزل وهتهاجمني وهتقول انتي ملكيش دعوة لا أنا لي دعوة في حاجة معينة لما نشوف حاجة غلط لازم نصدر عليها الضوء لازم نقول اللي انتو بتعملوه ده لازم تفوقوا عنه خلاص قلنا أول فيديو عدناه وكنتو بتواسعوا الناس إنما تاني يوم تقول طلع فيديو ولما تيجي تعمل فيديو ما حتى ما تبدأش الفيديو تقول ادعو لمزياد أو حتى تجيب سيرتها كل اللي يكون همك يا جماعة فيه حاجة معينة عاملة خصومات إلحقوا الخصومات ويلا نزلوا حطوا لايك وعملوا اشتراك يا شيخ ده احنا حزننا أكتر منكم لأنا ما برداش أقول كلمة لايك واشتراك في أي فيديو وانت أختك تبقى ميتة وانت تقول لهم اعملوا كذا وكذا ويلا ايه رأيك في المفرش ده يا وفاق ويلا رأيك نحط المكان ده على كده بقى يا وفاق لو ماتت ولا أي حد عزيزة عليك مات هتطلع تصورهم وهم ميتين هارفين يعني اخ يعني اخت يعني انا 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 ما شفتش مزاد في حياتي وزعلت عشانها انا كنت بقول مش مصدقة وده اهلها اللي هم اخواتها هتقولوا النار في قلبهم هم وهم اللي حاسين لا الحداد تلات ايام اه تلات ايام ده بس ببقى في حزن لا احنا من ضمن حزننا ان احنا ما نقدرش يعني ده اللي بيحزن ما بيكلش ما بيشربش خليهم ياكلوا يشربوا بس ما يطلعوش يصدروا الموضوع ده للناس يعني حرام وعيب اول محمد يبدأ الفيديو يلا يا جماعة علشان نكمل تعليق الزينة تبدأ انا كنت متوقعة والله توقعت انه حتى يبدأ الفيديو اول حاجة يقول يا جماعة ادعو المزياد واحنا بنحاول نعمل كذا كذا وان اي فلوس هتيجي من الفيديو ده هتطلعوا صدقة على روح اختي ما قالش كده بالعكس قال يلا علشان نكمل تعليق الزينة وبيصور الزينة وبيقول سمعين صوت الزينة شكلها حلو ازاي هتقولولي لاطفال ده المفروض عياله دولي يكونوا اول ناس حاسين ان حد من لحمهم توفى اه يا ابني عمتك احنا بنقولها كده عندنا دي توفت فانت لازم تبقى زعلان عشانها انا حزين يا ابني قدامك هوت وزعلان عشان دي اختي عشان اخوك اللي جنبك ده لما يحصل له حاجة انت اول واحد تقف ظهره مش تطلع تتاجر بموته امها وابوها يعني ده ضانة غالي قوي على فكرة ده الواحد لما ابنه صباعه بيتعور بيبقى روحه هتتشال والله الواحد بيبقى قلبه هيتطير منه مش مستحمل يشوف ابنه ومتعور ما بالك بقى لما يكون خلاص مش هتشوفه في حياتك تاني طلعا الست الحاجة هي وجوزها وراحين يشتروا طلبات ويركبوا مطبخ جديد ويدحك ويهزر ويقولوا عشان احنا عشان العيال العيال هم بس اللي هيحسوا بالوجع العيال دي تعبانة ونفسها نفسها تعيط وانتو كابتين عيطهم سيبوهم يا عيطهم خلاص امهم مش هشوفوها تاني هم لازم يطلعوا ويعيطوا حرام عليك وقل اللي بتعملوه ده ده كله عشان الفلوس ده الدرجات دي عامت قلوبكم تماما عن الموت ده موت يا جماعة هي مش تعبانة وركننا على جنب وبيكملوا حياتهم لا او بروحوا يشوفوها دي واحدة خلاص ماتت ماتت حرام حرام يعني خلاص ما بقاش فيه الاحساس خالص يعني الاحساس انتهى الدم انتهى عارفة ان فيه ناس هتنزل تهاجمني ولمشكلة لو حضراتكم روحتوا شوفتوا التعليقات على فيديوهاتهم اللي الناس بدأت تفوق اول فيديو كانوا بضعولها بالرحمة تاني فيديو بيقولولوا ايه اللي انت بتعملوا ده عيب عليك لازم يكون فيه احساس وفيه دم ان دي اختك لازم العيال تبقى حزينة وتحس عشان اخوتهم يعني يعني اسبتوا للناس ننصحهم ننصحهم ان فيه حاجة ما بنحزن ما بنعملش مش اهم حاجة انت تفضل ترنت واحد واثنين وتلاتة على قناة واربعة وخمسة وعايز تلحق السوق بتاع رمضان وهنزلكوا كل يوم فيديو والله العظيم عيب يعني واحد من ضمن الحدث اللي هم فيه طبعا جبس مصر اكيد فيه ناس من حضراتكم تعرفوا طلع مش قادر منهار هو منهار اكتر من حمدي ازاي بقول له انت مفيش خالص بقيت خلاص بالشكل ده عشان تركب الترنت كرهتيني في المحتوى ده على الرغم ان هم قريبين جدا من بعض واصدقاء طلعوا قال انت كرهتيني في المحتوى اللي هيكون فيه تجارة بالموت يعني طالع على اخره يمكن حضراتكم بعض من حضراتكم شاف الفيديو بتاعه عامل فيديو قصير جدا وبقول انا هعتزل اليوتيوب المحتوى ده تماما لما يكون الموت بنتاجر به بقول انا حزنت انا يا جماعة انا واحدة من الناس والله زعلت جدا على الستة دي عرغم ان انا معرفهاش وكنت بتمنى ان كل الناس تدعيلها بالرحمة يعني ده ما عملش كده حمدي ما طلعش قال حمدي ما طلعش يا جماعة قال اضعوا لأختي على فكرة اسمعوا الفيديو بتاع حمدي هتولي مرة واحدة قال كلمة امو زياد لا يلا اعملنا الاكلة المعينة علشان ومبسوط قوي بلاش قدام الكاميرا بلاش حتى جزها اللي ممكن يكون حزنة عليها دخلتوه معاكو في الموضوع كمان فترة بقى يلا تجاوزوا اخو جزو اختوكو بقى اللي ماتت وتقولوا عشان خاطر العيال واحنا هنجاوزوا ونعمل فيديو اتنين وثلاثة من ورا الموضوع ده والله العظيم عيب انتو بتصدروا صورة وحشة جدا بصراحة مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي كل اللي بيحصل اعذروني على رد فعلي هتقول انت مالك زي ناس كتير طلعت وهجمتني بما فيه الكفاية لا المفروض نسلط الدق على حاجة زي كد قلتولي انت مالك على اول فيديو قلت خلاص تمام يمكن طالع يواسل ناس بكلمتين ومش هيطلع تاني انما يطلع تاني على كل قناة يطلع علشان يقدم محتوى ومبسوط ويلا كل يوم رمضان وشجعونا وتنسوش تحطوا لايقات وتحطوا اشتراكات ومالي الفيديوهات اعلانات والله العظيم ثلاثة عيب 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 بكل دي بقت بجاحة وبصراحة فيه ناس زعلوا اكتر منهم انا واحدة من ناس زعلت اكتر منهم انا بعتقرف لان انا فعلا كنت حزينة انا افضلت اليوم كامل مش قادرة اسدق كنت فاكرة ان هم بيعملوا مقلب طلع الموضوع لا دا حقيقة وهم فعلا فرحوا بموتها لانهم عارفوا يركبوا التريند كام فيديو على فكرة لو طلعوا بس قروا لها قرآن وطلبوا الرحمة والله العظيم هيجيلهم مشاهدات وهجيلهم مشاهدات كبيرة والناس هتعلف نظرهم جدا والناس هتوسيهم والناس هتدعي لاختهم اكتر انما تطلعوا تمحوا كلمة انها ماتت وتعلق زينة تحسس عيالك ان بعد كده لو انت حصل لك حاجة هم مش هزعلوا عليك وانت كمان لو حد منهم حصلوا حاجة انت كمان هتطلع تعمل فيديو عليه لان دي اختك يعني انتو مش اكيد حضراتكم كلكو عندكو اخوات وعارفين قد ايه معزتهم ربنا ما يحرم حد من اخوه ابدا وطبعا ربنا يستمحهم سلام عليكم